دكتور بيكلم على دعم 480 ألف طالب تحديداً الدعم ده إزاي بيتم اختيار الأسر الأولى بالرعاية في ملف التصارب من التعليم؟ طيب حلينا أتكلم في نقطة الأول أهم وأساس أننا عندي قاعدة بينات في الزرط التضامن الاجتماعي لأكتر من 4.8 من 10 مليون أسرة لهم مستفيدة تكافل وكرام سواء كان قبلوا أو رفضوا أو حتى لسه تحت الفحص فأنا عندي قاعدة بينات داتا وأكتر من 18 مليون شخص مبحثين بحث قوي جدا قاعدة البينات دي بتخليني أو تتيح لي كفزار التضامن أننا أقدر أخذ القرار المناسب على الأرض الواقعية أو الأرض الفعلية من ضمن الواقع اللي بترفع لبحث الأسر دي الواقع التعليم للأسر عدد المستربين في الأسر عدد الحصن على شهادات المستربة والتعليم الأميين فبالتالي قاعدة البينات اللي عندي بتتيح لي هذا الأمر خلينا أضيف كمان حضرتك حاجة مهمة قوي أن احنا كوزار التضامن احنا يمكن الكيان الحكومي الوحيد اللي بيصل لمستوى القرية يعني كل الجهاز الإداري الدولة بيقف عند مركز أو عند مستوى المركز الإداري صحيح احنا بننزل بقى تحت تاني لمستوى القرية من خلال الوحدات الاجتماعية فأنا موجود في كل قرى مصر بهيكل وظيفة وهيكل الإداري عارف الناس دي وعارف ازاي تواصل معهم وعارف ازاي يجبهم فبالتالي يبقى أنا عندي حاجتين قاعدة بيانات متاحة ونقاحة عمولة بشكل جيد واثنين في المتابعة اللي هو مكاتب اه جهاز الإدار اللي هي وحدات التضامن الاجتماعي اللي موجودة على مستوى القرى والعزى والنبوح طيب احنا عندنا بقى قاعدة بيانات حال وقوي دلوقتي ازاي أو هل أنا عندي قاعدة بيانات من عدد الطلاب اللي بتسربوا من التعليم أو الأسر اللي ولادهم يعني طبعا هيبقى صعب أكيد يبقى عندي أرقام بالتحديد لكن هل أنا عندي رقم كده بشكل مجمل كام طالب مثلا متسرب من التعليم ما بيروحش المدارس بيشتغل في الشارع الحاجة دي عندي ولا لا لأبناء أسر مستويدين تكافر الكرامة لا عندي الرقم الفاعل فعلا 672 ألف طال فعلا من أبناء أسر تكافر الكرامة في الشريحة العمرية من 6 إلى 14 لا دي موجودة بالاسم بالعنوان دول متسربوا دول متسربين من أبناء أسر مستويدين تكافر الكرامة وده اللي يمكن الشغل عليهم الفترة علش كم رقم تلك 672 ألف 672 ألف أسر مستويد تكافر الكرامة بس دعمنا منهم ربعمائة وتمانين ألف آه بالزبط كده يعني أحنا تقريبا معدين معدين سبعين تمانين في المائة سبعين تمانين في المائة مستهدف دعا طيب إزاي ساهم يعني البرنامج ده في عدم الدفع بالأطفال تحديدا في سوء العمل يمكن دكتور يعني عمر دي أعتقد ظاهرة من الظاهر الهمة جدا اللي الدولة بتتصدى لها منذ سنوات عندي دايما الأمية والتصارم التعليم مرتبطين بالفقر يعني هو مسلس واحد فبالتالي لما يبقى عندي لما يبقى عندي محاربة للفقر ده فبالتالي بالتبعية النواتج محاربة للفقر دي بتطلع لها نواتج تانية أخرى في المجتمع منها بنقل النسب تصرب خاصة مني مثلا كل أبناء مستفيدة كافر كرامة مع فيهم المصاريف الدراسية وبتدفعها وزارة الطراب فبالتالي بنعمل في مدارس بجانب مراكز تعليم المجتمع في مدارس تعليم المجتمع نعم مدارس تعليم المجتمع اللي هي الشريحة من 6 إلى 14 بنشتغل عليها اللي هي المدرسة بتتعامل فصل واحد بس وبنلحق بنعيد الطالب أو الطفل المتسرب إلى قطار التعليم مرة أخرى أو إلى رجب التعليم مرة تانية فبالتالي الفكرة كلها أن أنت يبقى عندك مجموعة إجراءات على الأرض بس الأساس فيها أن أنت تكون بتحارب فكرة الفقر فكرة عملات الأطفال معظم أو غالبية المتسربة لو تصديت دكتور عمر للفقر يبقى بالتالي تصديت لعملات الأطفال لعملات الأطفال لا بس لا ما عليش خاليني أقول حاجة بعد إذنك لا مش مبرر ناس كتير عوية أنا أعرفهم ستات بيشتغلوا كل الشغلات اللي ممكن يعني ستات على فكرة أيمة ببيوت يعني والرجالة موجودة وكل حاجة لكن فيه ستات أيمة ببيوت والله بكلم بجد وفيه خمس أطفال موجودين والستات تقول أنا مستحيل أخلي بنتي تنزل تشتغل أو ابني يسيب التعليم وبتبقى خنقات الأمهات مع الولاد ده بقى سؤالي لحضرتك أنه لا هو مش الفقر بس السبب إيه الأسباب التانية هل فعلا زي معبد السود بيقول عدم الوعي وعدم الإدراك هذه الأسر لفايدة التعليم هل فيه طمع من الأسر بس أنه بيخلفه بالخمس عشان يلا ينزل ساعد إيه السبب معاش فيه في مصر دعم نقدي غير مشروط كل الدعم النقدي اللي بيقدم في مصر بقى دعم نقدي مشروط بس بشروط تنوية يعني إحنا مثلا في تكافر الكرامة عندي مشروطيتين مشروطية تعليم ومشروطية صحة مشروطية تعليم إن أولادك يكونوا في المدرسة وبيحضروا بنسبة معينة وبينجحوا عشان هو مش شرط استحقاق الصرف لما شرط استمرارية الصرف يعني خلاص حضرك معي في تكافر حافظ أه حضرك عايزة تستمري معي في الصرف الشهري وابنك كمان بيصرف معي فلوس لأ يبقى لازم ابنك يستمر في عبور مدرسة ومستمر في المراحل الدراسية فما عادش فيه في مصر دعم نقدي مش مشروط بس بشروط تنوي ده يريد برضو إن الأم نفسها أو المستفيد تكافر الكرامة تكون كمان بوقت ده شارة محومين ده مشروطية تعليم مشروطية صحة إنها تكون هي أو أسرتها بتروح وبيعملتش كب في في الوحدة الصحية مرة كل ثلاث شهور على قلب ده ده نهائي على فكرة يعني ده موجود في مصر عندي مشروطيتين مشروطية تعليم ومشروطية صحة فأحيانا بيبقى لازم تجبر شوية أو تزوء شوية أو تدعم شوية فكرة بغير لما الناس تقبل ده وزي ما حترك بتقولي يا فكرة وعي إنما كمان لازم تخلق الظروف اللي تعمل التوعي بقى اللي هو السلوك الناتج عن الوعي لا أنا مش قادر أخليك أجبيرك على أن تتودعي لك خلص مش هتاخدي مني معاش فبالتالي إنما فكرة عملة الأطفال وخصوصا الفجوة النوعية اللي بين تعليم البنات والولاد يعني دايما هتلاقي تلتم المتسربين سيدات أو بنات فعشان كده عندنا مبدأ تكافؤ الفرص التعليمين وده حاجة مهمة جدا فوزات تضامن ومنحة بنشتغل عليه جامل نحن نعمل تكافؤ ونوفر بيئات تعليمات أمنة بيئات تعليم أمنة لكل المتسربين وخصوصا للبنات لأن في معظم القرى والمناطق القريفية فكر التعليم البنت يقول لك طب أن أصف على الولد بلاش البنت البنت فبالتالي في فجوة كبيرة النوعية ما بين تعليم البنات بس بس الفكر ده موجودة آه طبعا 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 أنت بتكلم على مرص كبير من السنوات ويمكن يكون فيه إعلام ويمكن يكون فيه ناس يعني قصدت هذا الأمر تمام إنه يبقى عندي دور المرأة مهمش إنه يبقى عنده دور المرأة ضعيف غير وعية غير منتجة تقاد يعني يتم قيادتها وده أمر إحنا يعني بتلمسه في المناطق الأكثر المترمية والحدودية أكثر يعني يعني والله مش مش شرط يعني لا نسب تصرب على تلاقي عالف محافظات زي البحيرة مثلا زي المينيا مش 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 مرتبطة أو بالبعد المسافي أو المكاني إنما هي مرتبطة بفكر بفكر من الجهل بالفكر المراس كبير آه لازم فأنت لازم تشتغل عليه شوية لازم تدوس عليه شوية وإحنا نتكلم دايما إن لم تستطع أن تغير فعلى الأقل تستطيع أن تحسن ما هو قائم بالفعل بس هي محتاجة مصابرة وعزيمة وشوية مصابرة طيب أنا يعني قبل ما ندخل في التفاصيل بقى عن برامج تانية بتدعمها الوزارة وعايز أعرف أنا دوري كمواطن إيه يعني أنا النهار ده ماشي في الشارع لقيت مثلا راح أصلح عربيتي عند ميكانيكي لقيت ولد عنده سبع تمن تسع سنين بيشتغل مع الميكانيكي ده هل أنا في رقم مثلا أتصل عليه إنه أنا ما وفقش على منظر زي ده هل أنا وانا ماشي في الشارع لقيت واحد بيتسول في إشارة ما تدلوش الفلوس يعني دوري أنا كمواطن أخلاقيا إيه هو هو أكيد فيه طبعا خط نجد الطفل وفيه عندنا خطوط إغاثة كتير في الوزارة لمثل هذه الأمور والحالات الطرق أو وتعنيف المرأة أو العنف الأسري عشان كده عندنا 220 مركز معمولين جديد في مراكز تلمية الأسرة والطفل دول معمولين في كل قرى حياة كريمة حاجة جميلة قوي ويمكن مراكز تعليم المجتمع أو مراكز تعلم المجتمع اللي احنا بشتغل عليها مع اليونسكو هي هي البروتوطايب أو البيلوت أو النموذج اللي حنشتغل عليه في الثلاث محافظات اللي هي مدون التعلو ومن خلالهم حنقدر ننقل بقى التجربة ديت للـ 220 مركز إزاي إزاي نقدر نخلي المجتمع إزاي ما حضرك بتقولي بقى يوعى أو يكون عنده فكرة فكرة التوعي إزاي يعمل سلوك ناتج عن الوعي اللي احنا قلنا أتكلمنا كتير ندوات وعملنا كتير لقات وإنما طب الفعل بقى فكرة الفعل الفعل بقى على الأرض التوعي بقى إزاي ننعمل سلوك ناتج عن الوعي اللي تعمل يمكن في الإعلام يمكن في المبادرات يمكن في الندوات إنما لازم ننقل على فكرة إزاي ننتج ننتج سلوك عن هذا الوعي فأعتقد إن المركز دي بشكل كبير أو حتكون دعمة بالفكرة اللي حضرت بتكلم عليها إزاي أنا أتصرف هنا حيبى المركز دور مركز دائم دكتور عمر حمزي أنا منتكلم على تعليم وهو الشق المعني بحاضرتك تحديدا داخل وزارة التضامن الاجتماعي يمكن من بين البرامج اللي بتاخدها وزارة التضامن الاجتماعي برنامج لا أمية مع تكافر أريد أن نعرف الهدف من هذا البرنامج والفكر القائم عليه وإزاي بيبقى ليها دور هام داخل بطن التعليم خلينا أقولك إن أنا عندي أكتر من 65% من كان 65% من مستبيدي تكافر الكرام أميين 65% أميين 32% 70% منهم سيدات وهما السيدات وهما اللي بيعقول الأسرة زي ما حضرتك بتقولي هما اللي شائلين الأسرة وهما اللي بيصرفوها البيت فكان لازم ببقى فيه توجه أو مبادرة خاصة بيهم إزاي نعلم الناس دي بس مش تعليم ألف باق أبجدية محومية لا إزاي تدي له مهارات تعليم حرة فيه كمان إزاي مهارات إدارة مشروع صغير يعني المنهج اللي احنا بنشتغل عليه في الوزارة أو المنهج اللي احنا بنشتغل عليه في الوزارة مش بس فكرة الألفة بيتكا أو ألف بقى لا أنا بندي له إزاي تعملي مشروع صغير إزاي تعملي دراسة جدوة صغيرة للمشروع صغير إزاي تكون ست منتجة بعد كده لأن أنا عايز بعد ثلاث سنين دي تتشهل من تكافل وكرامة وأسرة تانية تخش تاخد هذا الدعم تستفيد وبالتالي هي تستمر لازمنا نتأكد إن الأسرة تنتقل من إلى من حال الحال المستوى المستوى آه في السلوك وفي الفكر وفي استردام الموارد المتاحة اللي معها فعشان كده بنتكلم على مش محومية بس لا الفكرة كلها بناء أشخاص إزاي تبني شخص واعي يؤثر ويتأثر بما نحاوله نعم ويكون مفيد كمان المتاحة وما يروحش ما يتساقش ما يتخدش في إشعاعات ويبقى بيهدم الدولة هو بدون أن يدري ما هو ده لما حارب فكر وحارب فقر فبالتالي أصبح المواطن هو مواطن واعي فلا ينصق الإشعاعات ولا يتم استغلاله بالضبط كده زي ما نتكلم دايما فكر الفقر وفقر الفكر صحيح إنتو كمان وصلتوا للحضانات آه طبعا قلتوا نبتدي من الأول بقى خالص نصف الأربعة أعملتوا إيه يعني؟ وإيه لخلاكوا تفكروا أن أنا أوصل للطفل من وهو في الحضانة يعني عندكوا برنامج قومي لترمية الطفولة طبعا المدني هو اللي بيشتغل بيقود العمل بجد بشكل جيد وفي نمازج رائعة فيه إنما إحنا بنستعدي في هذا السن عشان نجهز أو عشان نهيق الطفل ده إنه يخش كيجو هنو كيجي تو بمجموعة مهارات وشخصية وبناء شخصية من خلال المناجل اللي تعملت عشان ما يتصرفش من التعليم يعني أنت لازم تقفل دايرة تصرف وتحلها من الجزور مش تحل حل سطحي أنت تعمل مدرسة تعليم مجتمعي بس وتقف لأ طبعا أنت من الأول جاهز الولد دا إيه؟ يمكن من أهم أسباب تصرف إن الولد ما بيعدش فيه نسب إعداد الولد للمدرسة ما عددش 15-20% اللي هي كيجو هنو كيجي تو دا مش موجود في المدرسة يعني حتى كيجو هن كيجي تو ما دخلوها يعني الطلبة دول ما دخلوش كيجو هن كيجي تو عشان كده دا سبب من أسباب التصرف سبب كبير دخلوا أقول ابتداقي على طول يعني من البيت لتضرب زي ما نقول كده متضرب لنا فبيكره المدرسة ومش عارف مش فاهم أصلا فبنبدأ بقى احنا في مرحب ما تمش تهيئته بالزرطة التهيئة السليمة اللي تخليه قادر على واجبة المتغيرات اللي حواليه يطلع من بيت لا فيه تعليم وفيه درس يتعلمه يعني إيه فصله يعني إيه قعدة يعني إيه يكتب يعني إيه يمسك القلم صح إزاي مش عارف إيه اتجاه الكتابة اتجاه القطر فبالتالي أعد بمجموعة مهارات عشان يجهز للمدرسة فكرة الهداد أو الطفل للمدرسة دي ده الأساس ده الهدف الكبير إن إزاي الطفل ده يعد إن يكون جاهز للمدرسة عشان ما يتصرفش وضمن إنه يستمر دي نقطة مهمة جدا طيب فكرة فيه يعني مبادرة جديدة لدعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمع وأعتقد دي هيكون لها دور هام ورائد والشراكة زي ما حضرتك قلت مع اليونسكو إيه اللي هدف منها؟ وإيه اللي هتضيفه؟ وهيغير نمط يعني ظاهرة التصرب من التعليم تحديدا إزاي؟ وهيقضي كمان على نسبة كبيرة من محو الأمية اليونسكو اختار مجموعة مدن على مستوى العالم أسمها مدن التعلم مدن التعلم دي بيبقى اليونسكو داعم فيها بشكل فني لأن دايما اليونسكو بيدعم الجزء الفني ما بيدعمش الجزء التنفيذة هو دي ده يعني هو بيدعم بجزء فني التدريب بتأهيل بأجهزة بتابلت بمعلومات بدايتا ببيانات فدائما اليونسكو بيدعم بهذا الشكل وتدريب وتأهيل وبيبقى فيه كمان جهاز بقى في دياري في الدولة هو اللي بيشتغل في شغل التنفيذي ده اخترنا ثلاث محافظات أو اليونسكو مختار ثلاث مدن في المحافظة؟ هو اللي مختار؟ أه هو اللي مختار؟ أه هو اللي مختار؟ على أي أساس؟ على معدلات فأروعة معدلات تصرب عدد مدارس الحكومية اللي موجودة يعني هو بيختار على الشكل معايير كتير الأكثر احتياجا يعني كمان يعني الثلاث مدن اللي هم هي؟ الجيزة، دمياط، أصوات فعلاً محافظة الجيزة آه طبعاً آه ما تنزلني في المناضي اللي كغيرة الكبرى آه طبعاً أنتو ليه؟ لا، سحنا بنا نتكلم هنا الجيزة كمدينة نحن بنا نتكلم في الأقليم وشباً عياد صفوا أضرشين عياد صفوا أضرشين وانت نازل تحتها هي دي الفكرة لأنه في ظاهرها كل ممكن يفكر الجيزة إيدها ده قاهرة وجيزة أنا مش بكلم في مدن أنا بكلم في أقليم وضواحي الثمياط عشان برضو فكرة العمل والسوء العمل وأن موظم لنك بيشتغلوك ففيه نسب تصرب عالية شوية في الوميات أسوان عشان محافظة حضرية فلازم تتشاف لأن فيه مجموعة إلي هيتقدم في المركز دي سريعا جدا كده هو مركز بسرعة كده بيدعم فكرة الاحتياج المجتمعي من التأهل والتدريب لسوق العمل أنت محتاج تتعلم أعلمك أنت محتاج تتضرب وتتأهل على فكرة كده تحت عمرك محتاج تعرف إزاي تدير مشروع اقتصادي أو زاي تعمل سلسلة إنتاج في القرية بتاعتك مع مجموعة من الناس أنا جاهز لده إزاي تعدل سوق العمل إزاي تعمل سيفي إزاي إزاي كل ما يخفر على البرحادة حتى لو فرضا مجموعة عشر عشر واحد جمع عايزين تدريب معين مش موجود في البرامج التدريبية اللي موجودة لا يتعمل طبقا للاحتياج الفعلي أطبقا للاحتياج المجتمع اللي موجود في بالإضافة المجموعة تبقى تنمية مهارات العاملين في الجهاز الإداري للدولة الجماعيات اللي موجودة الجماعيات قاعدية تؤهل وإزاي تشتغل في يعني بيبني أو المركز دي بتبني مجموعة المجتمع المحلي كلها لكن في الآخر احنا حاملين دول بايلوت أو نموذج عشان نتنقل منهم على المتين وعشرين مركز اللي هم مركز تنمية الأسرة والطفل الموجودين في الزوات تضام وفقورة حياتي يمكن يعني ترقية حل أي مشكلة بنواجهها عامة هي أنه أول حاجة أعترف إذا في مشكلة تاني حاجة يكون عندي قاعدة للبيانات عشان أقدر يكون عندي معلومة أحل بيها إزاي المشكلة دي تالت حاجة هي خطة بأنه إزاي أحل هذه المشكلة ويمكن ده اللي وفارته وزارة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة التصارب من التعليم اللي يمكن بيعاني منها عدد كبير جدا من أطفالنا في مصر وهو ده يمكن الهدف منه في الأول وفي آخر إن إحنا إزاي نوفر حياة كريمة للمواطن أول صفر يعني هما النهاردة توجهوا ليه الحضانات عشان يقدروا يدخلوا فكر معين للطفل من هو صغير عشان لما يدخل المدرسة ما يتفاجئش بالمناهج التعليمية فبالتالي يتصرب من التعليم الأسرة نفسها إزاي أغير فيها أو أبني وعي لدى الأسرة المصرية فبالتالي ما يبقاش عندي أجيال وأجيال من المتسربين من التعليم يعني قدامكم مشور طويل لكن إحنا مؤمنين إن أنتوا تقدروا تعملوا ده لأنه في الحقيقة أنتوا بتقوموا بمجهودات كبيرة جدا على أصاعدة مختلفة وإحنا لمسينها على أرض الواقعة كل الشكر ليك الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعليم كل الشكر ليك شكرا لك شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور